تحدثت في الدروس السابقة عن الجهاز اللحافي وذكرت أنه الغطاء الخارجي للجسم الذي يشمل طبقات الجلد المختلفة بالإضافة إلى لواحق الجلد ولواحق الجلد هو مصطلح عام يشمل العديد من الأمور فالأظافر على سبيل المثال تصنف من ضمن لواحق الجلد وقد تتساءلون كيف تنمو الأظافر؟ سأكبر هذا الجزء لأوضح لكم تركيب الظفر عن قرب يسمى الجزء الأول من الظفر جذر الظفر وهو ملتصق بالبشرة سألون طبقة البشرة باللون الأزرق والبشرة كما تعرفون هي الطبقة الخارجية للجلد وتحدثت عنها بالتفصيل في درس سابق إذن هذا هو جذر الظفر المتصل بالبشرة ومما يثير الاهتمام بشأن نقطة تلاحم البشرة وجذر الظفر هو طريق التجدد خلايا البشرة عند هذه النقطة فكما تعرفون تتجدد خلايا البشرة باستمرار وتتقشر هذه الخلايا السطحية لتفسح المجال للخلايا الجديدة الموجودة في الأسفل لتصعد إلى الأعلى ولكن عند هذه النقطة أي عند جذر الظفر تتجدد الخلايا بهذا الاتجاه الجانبي كذلك وليس فقط للأعلى إذن تأتي الخلايا الجديدة التي يطلق عليها الخلايا الكيراتينية من الطبقة القاعدية للبشرة وهي الطبقة السفلة للبشرة وتنمو كل هذه الخلايا وتموت وتكمل طريقها إلى الظفر مما يعني أن الظفر هو جزء من البشرة لذا سأرسم الظفر بالأزرق كذلك وهو مصنوع من طبق سميك من الكيراتين الذي تنتجه خلايا البشرة الكيراتينية وطبقة الكيراتين هذه هي عبارة عن أكوام من الخلايا الميتة فالخلايا الميتة الموجودة في أعلى طبقة البشرة مليئة بالكيراتين تأتي هذه الخلايا الكيراتينية من الأسفل وعندما تموت وتصل إلى الأعلى تبدأ بالتحرك أفقيا وتذكروا أن الكيراتين هو ما يعطي الجلد تماسكه وقوته وهو أيضا ما يجعل الأظافر صلبة بهذا الشكل وهذا ينطبق على أظافر القدمين ولكن الفرق بينهما هو أن أظافر اليدين تنمو أربع مرات أسرع من أظافر القدمين وكما قلت فإن الظفر جزء من البشرة وهي الطبقة الأولى من الجلد والطبقة التي تليها من الأسفل هي طبقة الأدمة وتليها طبقة اللحمة وهي الطبقة التي تحتوي على النسيج تحت الجلد أما الآن فسأنتقل للحديث عن أحد اللواحق الجلدية الأخرى وهو الشعر سأتحدث عن الشعر الموجود هنا على هذه اليد وسأكبر هذا الجزء كذلك لأريكم كيف ينمو الشعر بشكل أوضح من أهم الفروقات بين الشعر والأظافر هو أن الشعر يبدأ بالنمو من الأدمة وهي الطبقة الثانية للجلد إذن سأرسم طبقات الجلد هنا الطبقة العليا كما ذكرت سابقا هي البشرة وهي الطبقة التي ينمو منها الظفر والطبقة التي تليها هي طبقة الأدمة وهي الطبقة التي سأتحدث عنها الآن وتحت الأدمة لدينا اللحمة أو النسيج تحت الجلد وكما ذكرت في الدرس السابق تتكون الأدمة من طبقتين الطبقة الأولى هي الأدمة الحليمية وهي الطبقة العليا والطبقة الثانية هي الأدمة الشبكية وهي الطبقة السفلة الطبقة الحليمية تتكون من نسيج ضام رقيق ولي أما بالنسبة للأدمة الشبكية فيكون النسيج الضام فيها أكثر سمكا وكثافة وينبت الشعر من بصيلات الشعر الموجودة في طبقة الأدمة الشبكية هذه هي بصيلة الشعر ومن بصيلة الشعر هذه يخرج الجزء الذي ترونه من الشعر ويسمى ساق الشعر ينمو ساق الشعر إلى الأعلى حتى يصل إلى خارج طبقات الجلد والشعر يشبه الجلد والأظافر في أنه يتكون من خلايا كيراتينية ميتة متراصة فوق بعضها وهي خلايا ظهارية قشرية ممتلئة بالكيراتين وتجدر الإشارة إلى أن الكيراتين موجود في داخل الخلايا التي تكون الشعر وحولها أيضا والشعر ينمو بمعدل نصف إنش أو ما يعادل 1.25 سنتيمتر في الشهر الواحد إذن هذا هو ساق الشعر وكما ذكرت فهو ينمو من البصيلة في الأدمة الشبكية ويستمر في النمو عابرا للأدمة الحليمية ثم يصل إلى البشرة ويخرج إلى البيئة الخارجية وهناك مكون آخر موجود في طبقة الأدمة يجب علي ذكره وهو هذا الشريط العضلي الموجود في الأدمة الحليمية أي الطبق العليا من الأدمة يطلق على هذه العضلة اسم العضلة المقفة للشعر وهي عضلة ملساء لا إرادية فلا يمكن للشخص أن يتحكم بانقباض العضلة المقفة بل يحدث ذلك بشكل لا إرادي وعند انقباض هذه العضلة يحدث أمران الأول هو انكماش الجلد على بعضه لتظهر نتوآت صغيرة على سطح الجلد ويشار إلى هذه الحالة عادة بجلد الإوز ويحدث ذلك لأن انقباض هذه العضلة حتى تصبح أقصر يؤدي إلى شد الجلد معها مكونا هذه النتوآت الصغيرة أما الأمر الثاني فهو انتصاب الشعر وهناك عدة أسباب لانقباض هذه العضلة مثل المشاعر القوية كالخوف أو التواجد في بيئة باردة وقد تتساءلون ما الفائدة من هذه العضلة وما الهدف من انتصاب شعر الجلد في الحقيقة هذه العضلة هي أكثر أهمية بالنسبة للحيوانات منها للإنسان فعلى سبيل المثال الدب القطبي الذي يعيش في بيئة باردة جداً يحتاج أن يحمي نفسه من البرد الشديد فعندما تهب رياح باردة ستنقبض عضلاته المقفة مما يؤدي إلى وقوف الشعر على جسمه بهذا الشكل وبما أن شعر الدب أطول وأكثث بكثير من شعر الإنسان فسيعمل كعاز الحراري حول الجسم حيث تحتفظ هذه الطبقة العازلة بالهواء بين الشعرات الواقفة وهذا الهواء يكون أدفأ بكثير من الهواء في المحيط الخارجي وبهذا يحافظ الدب على جسمه دافئاً أما بالنسبة للإنسان فهذه العضلة لا تلعب دوراً هاماً وبهذا أكون قد بينت لكم آلية نمو الشعر والأظافر عند الإنسان وحددت لكم طبقات الجلد المسؤولة عن نمو كل منهما